اشتركوا في القناة الله يبادك فيك نرحب أيضا بموفق العرقان من ملعب المباراة اللي حين جهزيته إن شاء الله راح يكون معنا من أرض المباراة كبتن عماد مواجهة الصريح والسلطة المنتشفة بفوز كبير على الرمسة أكيد يعني نحن شفنا المباراة الصبت والرمسة كان فيها صلاحة يعني انضباط كبير من ملاعبي الصلطة كان في حالات هجومية جيدة جدا أحرص الفريق تلت أهداف بمرمى فريق عنيد ومتمكنه معتاد عن منافسة ألقاء فريق الرمسة فكانت نتيجة نتيجة إيجابية أعتقد أنه سيبني عليها كثير بالنسبة للمباراة اليوم مع الصريح لا شك هناك كانت أخطاء بعض الأخطاء الدفاعية بكل تأكيد الكبتن هيسة مسبولة الخبير والقدير أكيد يمكن ندرسها واليوم راح نشوف باعتقد فريق الصلطة وبعودة بوقفة أيضا بشكل تاني نعم أستاذ يحي هذه المواجهة لتجمع الفريقين السلطة بفوز كما تحدثنا كان فوز هام على نادي الربطة بثلاثة أهداف أمام الصريح الذي يسعى للعودة مجددا لتسجيل انتصار يرفع من قيمة الفريق على سلم الترتيب ومن ترتيب الفريق على سلم الترتيب شوف زي يعني إضافة للفضل في الكبتن أمسامر اليوم فريق الصلط مطالب أنه يورينا الصورة الحقيقية التي شفناها في الشوت الأول في مباراة الرمثة للأمانة لكي نحن نبني نقول الفريق في التطور والجهاز الفني بيعمل بجد اليوم لازم نشوفه هناك ارتفاع في المستوى الذي شاهدناه في مباراة الرمثة إذا عودنا للفريق الصريح اليوم أول مباراة لكبتن أسامر القاسم تعرف ليه أصبح مدير فني ولكن هناك ميز وأنا دائما بطالب فيها أنه إذا بدك تجيب جهاز خلي وخاصة في النصف الدوري خلي مجموعة من الجهاز الفني السابق موجودين الصريح حافظ على كافة الجهاز الفني إذن كان معاذ العجلوني مهر العجلوني هو المدير الفني أصبح الآن المدرب العام فبعتقد اليوم الكبتن أسامر وأكيد كان محلل في قناة الأرد الرياضية مطلع على الدوري فبتوقع أنه لازم اليوم تشوف مباراة جيدة الفريقين عارفين أوراق الفنية عارفين نقاط القوة ونقاط الضعف فبعتقد اليوم مباراة ست نقاط بصراحة ضغط الهبوط أربع فرق على يعني معظم أو تسع أندية ثمان أندية كل مباراة بلعبوها مع بعض هناك ضغط على قضية الهبوط بدي نقطة بدي ثلاث نقاط لأنه أي نقطة بتحصلها ممكن تخدمك في نهاية الدوري اليوم كل الفرق تبحث على أنه يكون رصيدة نقطة مرتفعة حتى في نهاية الدوري ما يكون هناك خوف من شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى فبعتقد مباراة اليوم الفريقين سيبحثوا عن الفوز الفريقين عندهم الإمكانيات وإن شاء الله نشوف مباراة جميلة في هذا الجو الطيب إن شاء الله كابتن عماد هذه المواجهة وتعمقنا فيها فنيا أكثر ونتحدث هنا عن الصلط ومثل ما سنتحدث عن الصريح الصلط في هذه المواجهة فنية شوف فريق الصلط يملك أوراق الجميلة فعالة جدا يعني شفنا المباراة الماضية تألق كبير كان محمود جمال اللي كان هو تقريبا مفتاح الفوز أضف إلى ذلك الأطراف اليوم اللي عم نشوف عيساوي عم نشوف الجوابرة المحترف التونسي عم أدي بشكل كتير جيد عم نشوف اليوم وسطين الارتكاز عند فريق الصلط أيضا أدوارهم هجومية وأيضا أدوارهم دفاعي وبالتالي أنا بشوف فريق الصلط اليوم يعني عنده أوراق هجومية فعالة والأخص اليوم يمكن بوقبارك رح يكون من ضمن التشكيل فبالتالي هو عنده قوة هجومية فتاكي يعني قادرة توصل قادرة تسجيل قادرة تعمل الفرص عكس الحالة الدفاعية نحن شفنا المباراة السابقة والمباراة السابقات يعني فريق الصلط بكل معظم المباراة عم يتعرض مرمى الأهداف وبالتالي منظومة الدفاع كانت شوي يعني يبدو أنه تحتاج إلى عمل منظومة الدفاع وليس خط الدفاع تحديدا أو عن أشخاص يعني أنا بحكي عن منظومة الدفاع بشكل جماعي كان فريق الصلط معاني شفنا كان فيه صراحة أهداف سهلة تطلق مرمى كان فيه تعامل سيء بالكرات السابتة يعني بالنسبة للتمليك يعني ما كان فيه تمليك بشكل جيد كرات السابت اللي بتصير على فريق الصلط نوعا ما عم يتعرض فيها الفريق لبعض الخطور ولكن الشيء اللي بشتر حكيت لك لفريق الصلط أنه اليوم عنده أوراق هجومية فتاكة جدا قادر يسجل بمرمى أي فريق بالدولة الأردن نعم أستاذ يحيل صلط سجل فيه وخلال عشر دقائق في المواجهة السابقة ثلاثة هداف وتعرض مرمى لحدفين قوة هجومية كما تحدث الكابتن إعماد لكن دائما مرمى مهدد صحيح وزي ما فضل الكابتن إعماد هو المنظومة الدفاعية أنت مرات تقول خط الدفاع ولكن هناك واجبات دفاعية لاعبي خط الوسط فمنظومة الصلط كانت تعاني من ضعف واضح وخاصة في منطقة العمق اليوم أنا بعتقد أنه فريق الصلط في أول مبارتين سجل ثلاثة هداف ثم غاب عن التسجيل أربع مباريات وسجل في مباراة الرمثة خلال عشر دقائق ثلاثة هداف الناحية الهجومية ممكن نشوفها بصورة إيجابية ولكن يجب أن يكون الكابتن هيثم درس الأخطاء الدفاعية اللي في الشوت الثاني نحن حتى ما نظلم فريق الرمثة في المباراة السابقة خلال نتشرفت أكون مع الكابتن إعماد موجود في الاستوديو خلال 27 دقيقة الرمثة كان أفضل والشوت الثاني فريق الرمثة ضغط بكل قوته فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك عملية تصويب للأخطاء اللي بتظهر في منظومة فريق نادي الصل أيضا استغلال الفرص بشكل إيجابي اليوم أنت مع فريق الرمثة نجحت أنك تحقق الثلاثة أهداف من أربع فرص أو خمس فرص اليوم أنت أمام الصريح في منظومة دفاعية مطلوب أي فرصة تستغلها أنا أعتقد أنه ما شاهدناه في المباراة السابقة بمحمود جمال يعني كنت أتمنى أنه تعرف هي رؤية المدرب منلاحظ بقبة دائما وأبدا بحب يعني وبجيد اللعب على أطراف كان ممكن مثلا أنه يلعب على الطرف ويلعب مهاجم صريح محمود جمال ولكن هي خيارات المدرب هيثم اللي بنحترمها دائما وأبدا كابتن عماد لو تحدثنا عن الصريح يدخل هذه المواجهة في حراسة المربع عبدالله الزعبي وأشرف المساعد عدي رقبات سابع مراعبة أحمد العزام هذالي السرحان عبدالله عوض قسيني مرياس الرواج دي محمود دي وهدى فطوة الدوري محمد العكش أول شي دعني بلس بالبداية أتوجه بالشكر للمدرب الشاب واللي أتوقع إلوه باستقبل كبيرة الكابتن ماهر العجلوني اللي أدى وأبله بلا حسن خلال مسيرة الدوري ويعني صراحة مت ما تفضل الكابتن كنا نتمنى يعني استمر يتوقع وتواجده مع الكادر شوف فريق الصريح اليوم أعتقد يعني تعيين الكابتن أسامة قاسم يعني إجاب الوقت المناسب المكان المناسب أسامة قاسم درب الصريح عدة مرات عارف إمكانياتهم عارف قراتهم عارف العقرية التي تدار فيها الكرة القدم بنادي الصريح وبالتالي أنا بتصوري قرار جيد أضيف إلى ذلك الكابتن أسامة من المدربين الجيدين ومدربين قارئين جداً للمباراة من المدربين اللي بيتمتع بعدة استراتيجيات يعني خلال مسيرة المباراة استراتيجية عنده بتتنوى بيعتمد على عدة أساليب بتصوري هو عارف قدرات اللاعبين وبتصوري اليوم الإمكانيات اللاعبين متواجدة بالفريق الصريح أيضاً الحال الهجومي يعني عم نشوف اليوم هو عنده هداف الدوري بسبعة أهداف الأكس عم نشوف اليوم تألق للرواج دي عبد الله عوض المعار مننا هذا الفيصري أيضاً إذا ما كان فيه إصابة من اللاعبين الجيدة وبالتالي أنا بقول ما يعاني منه فريق الصلط يعاني منه فريق الصريح فريق الصريح أيضاً حالي الحالات الهجومية عنده كمان حالة جيدة قادر يسجي قادر يخلق فرص ويصنع فرص ويوصل لمرمى الخصم وأيضاً كمان بالحال الدفاعي يعني نشوف أنه فريق المباراة الماضي بتصور أنه ممكن تعرض لخسارات 3-2 مع فريق المعان يعني أيضاً أنه فريق المنظوم الدفاعية أيضاً تعاني كما تعاني منظوم الدفاعية بفريق السلط. نعم أستاذ يحيى لو تحدثنا عن الصريح في مواجهة السلط الفريق لديه القوة الهجومية هدى في دور محمد العكش قادع صناعة الفرص في هذه المواجهة وهذه المواجهة الثانية إلى أسامة قاسم كي سلعب هذه المباراة. شوف فريق الصريح اليوم عنده غياب مؤثرة الأولى لا أسامة. نعم الأولى عنده غياب مؤثرة المعتقد. اليوم أحمد سفاع بيدات اللي تعرض للطرد في المباراة السابقة واليوم ممكن نشوف قصير نمر يكون بجنب ياسر رواجده. ولكن خلينا نقول في الناحية الهجومية إذا قلنا أشرف المساعيد ومحمود ذيب على أطراف عبدالله عوض وقدامه العكش. ثناء الارتكاز أيضا مميز الفلسطيني سامح المرابع وهذه السرحان. بعتقد اليوم فريق الصريح أيضا في المنظوم الهجومي جيد قادر على الوصول إلى المرمى. لذلك لعبي السلط لازم يكونوا حذرين. وخاصة مع انطلاقات العساوي الجوابري يجب أن يكون هناك عدم ترك مساحات يستغلوها الرواشده ومحمود ذيب. في المجمل العام الفريقين المتشابهين زي ما تفضل كابتن عماد من الناحية الفنية هناك تميز في الناحية الهجومية. السلط في آخر مباراة كان مميز هجوميا لكن كان يعاني سابقا من هجوميا ودفاعيا. الصريح لا. منذ بداية الدورة في الناحية الهجومية بنشوف شكل لفريق الصريح. بنشوفه قادر على الوصول إذا بده يبني من العمق عنده الخيارات وده الأطراف كمان مميزين. وبأعتقد أنا اليوم الخبر موجودة لما تشوف لاعب بحجم يصف الرواشده قادر على أنه يوصل العكش إلى المرمى بأقل التكاليف زي ما يقال. المباراة يعني الفريقين عندهم الإمكانيات أنه يحصد ثلاث نقاط يجب أن نشوف مستوى فني جيد الفريقين ما يكون عندهم يعني التفكير بالدفاع والنقطة لا. يجب أن نشوف مباراة هجومية الفريقين عندهم الأدوات أنه يبني سواء بالهجمة اللي بناء من الخلف أو بالهجمة المرتدة أصلت في المركز العاشر الصريح في المركز الحادي عشر أصلت بسبع نقاط والصريح بست نقاط مع بقاء مواجهات مؤجلة لكل الفريقين. وصلت لعب حتى الآن سبع مواجهات الصريح لعب ثمانية مواجهات كبتن تماما. شوف أخي نستيعنين اليوم مباراة عم تفرق معك انت مباراة انت اليوم تتحقق فيهم الفوس تنتقل من مركز داخلي كمان فريق الجزيرة أم نشوفه صار بالمركز السادس تقارب الفرق لأننا نكون صريحين يعني عندك اليوم الوحدات والفيصلة والرمثة وحسين عبدهم بطابق وباقي الفرق أنا بتصور بطابق آخر يعني أي انتصار اليوم الفريق على آخر ممكن تقدم مرتبتين أو تلتمراتي. وبالتالي أنا شايف النقاط متقاربة ولكن الفوج اليوم لأي من الفريقين أنا بعتقد أنه هنا لقاط مضاعفة. لقاط مضاعفة بكل تأكيد هذا ما يعطي دوافع أكبر للفوز السادسيحية. إلى أي مدى ممكن أن نشاهد هذه الدافعية لدى الفريقين ومن الفريق الذي تتوقع أن يبادر بالهجوم باحثا عن التسجيل ليخرج بنقاط المباراة. شوف إذا اعتبرنا الأرض والجمهور لفريق الصريح يمكن يكون هو البادئ في الهجوم ولكن الفريقين قادرين على أنه يحقق المطلوب وخاصة في الناحية الهجومية الساعة هي رغبة الجهاز الفني ورغبة اللاعبين يجب أن نشاهدها في أرض الملعب. اليوم نقول في أوراق في إمكانيات في منظومة دفاعية في منظومة هجومية في اللاعب القادر على إصال الكرات للمهاجم. ولكن إذا كان في حرص دفاعي من الفريقين ما بنشوف مباراة جميلة فبعتقد أنه اليوم مطلوب من الفريقين أنه يكون في هناك ضغط هجومي منذ بداية المباراة تبادل بالهجمات. يعني ما أحاول أني والله أنا أعتمد على الهجم المرتدي أنا بأعتمد على الهجم المرتدي لما ألعب زمان فضل الكابتن مع الفرق صحاب الطواهق الأولى ممكن تكون الفروق الفنية واضحة ولكن لأن كل الفرق قريب من بعضها يجب أنه تلعب أنت بطريقتك اللي متعود عليها. نعم لو تحدثنا عن الصريح ممكن نتحدث عن قوة تهديفية لدى محمد العكش الداف دوري بسبع أهداف. وأيضا لو تحدثنا عن السلطة نتحدث عن تمييز حراس المرمى بمحمد العموازي. صحيح بس دعني أضيفك على كرامي الكابتن. اليوم نحنا شفنا أسلوب الفريقي من بداية الدوري مختلف. يعني نحنا اليوم شفنا أسلوب فريق نادي السلطة. بالحال الهجومي أجرأ صراحة من فريق الفريق الصريح أجرأ من فريق السلطة. وبالتالي كسافة الفرص ومكانية التزيين عم تكون أكبر. وشفنا تمييز لهداف الدوري للأرش اليوم برصيد سبعة أهداف. ويضا لو المتوفق كان رصيد أكبر أكبر منيك. فبالتالي يعني نبقول اليوم أسلوبين مختلفين. شفنا فريق السلطة بمعظم المباريات هو دائما بيعتمد على عمالية الزون أو كومباكت. لعبة من ناطق الخلفية بحاول إيقضاء ناطق الخلفية. بحاول يرتد وشفنا بالمباراة الماضية ممتاز يعني كان بوجود محمود جمال اللاعب اللي نجح طريقة الارتداد السريع أو الهجوم المعاكس أو الوصول السهل بالهجمات المرتدة إلى مرمى فريق الخصم. بينما فريق نحن نشوف فريق الصريح عم نشوف نحن أجرأ هجوميا. أظهرت الفريق الصريح بتهاجم بوسطين الارتكاز أحدهم أيضا بزيد بحالة الهجم أو حالة الكرة كانت مع فريق الصريح وبالتالي أنا بشوف أنه اليوم تميز المهاجم أو تميز العكش ونيلو لحد الآن أنه هو المتصدر هدافين الدورين نتيجة الحالة الهجومية التي يتمتع فيها فريق الصريح نعم العمواسي وحراسة المرمى لدى السلط سعاد يحيو وتساهم دائما في الحفاظ قدر الإمكان عن نلافتي الشباك رغم الفرص التي تكون دائما من قبل الفرق التي واجهها ندى السلط صحيح شوف يعني هو لاعب خبرة شفناه وأخذ فرصته مع فريق الصلط اليوم مع فريق الفيصل اليوم مع فريق الصلط بعتقد أنه هو حارس من أفضل حراس اللي بالدورة بنشاهدهم وأيضا فيه مداورة بينه وبين سيف أبو هزيم بفريق الصلط نعم بعتقد أنه ممكن عملية المداورة هي وجهة نظر حتى سيف يعني سيف أبو هزيم صراحا سيف أعمن الحراس الجيدين وبعطوه فرصة اليوم لكن بدي أرد أكد وأقول أنه رغم تميز أبو زريق ووليفيرا كقلبين دفاع اليوم فريق الصريح عنده أطراف عنده كرات عرضية بنشاهده في الحالة اللجومية زمن فضل الكابتن هو قادر على بناء الهجمات يجب أن يكون هناك تركيز عالي من ثناء الدفاع وأيضا أنه يكون فيه إسناد دائم من اللاعبي الوسط والأطراف للدفاع لأنه الصريح الصريع في بناء الهجمة في الأطراف بنشوف فريق الصريح مميز جدا وأنه مرات بعود وبيعتمد على الكرات الطويل إلى محمد العكش حتى يسجل أهدافه هو صراحة يعني بلمسة واحدة ممكن نسجل فالمفروض اليوم المنظومة الدفاعية عن فريق الصلط نشوفها بحالة جيدة لأنه في الحالة اللجومية إذا شفناها في إمبارات الرمثة في الهجمة المرتدة ممكن أنه يسجل في مرمض صريح نعم إذن هذه المواجهة التي تأتي مع ختام الأسبوع التاسع لمطولة دوري المحترفين لكرة القدم على أستاذ الحسن في إربد يلتقي الصريح أمام الصلط هذه المواجهة التي ستنطلق بعد لحظات وثواني على دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب في مشهد خالي المدرجات بدون الجماهير مع هذه الأجواء الباردة وعود أستاذ الحسن لإحتضان المواجهات في هذا الأسبوع قبل أغلاق للتغيير أرضية الملعب بشكل كله كل شكر كابتن عماد كل شكر أستاذ يحيان نذهب بمشاهدين الكرام لمتابعة الشوط الأول لهذه المواجهة بعد الفاصل شكراً يزن للمشاهدين الكرام نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف أعود وأرحب بضيوف هذا الاستوديو الكابتن عماد خانكان والأستاذي حيق شكراً كابتن عماد شوط أول سلبي بين الفريق يعني شوط غير المتوقع أكيد يعني دون المستوى المطلوب دون الوسط حتى خلينا نقول الشحيح بالفرص ما شهد للشوط إلا بالدقيق للأربعين أو واحدة أربعين فرصة دعوكش ودقيق أتنين أربعين فرصة بوقبة أعتقد أنه فريق الصريح نجح فيما خطط إليه يعني اليوم نحن شوفنا بيوز أسامة قاسم أول مباراة له بالدوري مع فريق الصريح يعني يحاول قدر المستطاع دراسة للفريق الخصم عم يحاول كان بيطلع بي لما يتعرض مرمى لهدف يعني شفنا اليوم نحن ياسر الرواش دي شفنا العزام شفنا الأربع الفلات يعني وصي النمر عديد يابات الأربع الفلات ما كان إليه مشاركة هجومية إطلاقاً أيضاً وسطين الارتكاز اللي هنا الدالد سرحان وسامح المرابع أيضاً نادراً ما كانوا يتجاوزوا وسط الملعب كان اعتمادوا على الرباع الهجومي بس فقط عبدالله عوض والعكش وديب ومساعد هم فقط اللي كانوا عم يحاولوا يوصل لمرمى الخصم بينما ما كان في إليهم مؤزرة وهذا يوحي أنه فريق ما يتعرض مرمى لهدف بالشروط الأول بده يطلع شباكه نظيفة إذا حاول يسجل كان أمر جيد عكس فريق السلط اللي احنا شفنا كان اليوم أظهرت وكانت إلى أدوار فعالة حيثنا بجمنا من اللاعبين الممتنزين من اللاعبين مميزين من الأظهر الجيدين بالبلد عم شفنا مشاركات هجومية رغم شح الفرص إلا كان أنا بقول أنه فريق السلط أوضح هجومياً كبتم هذه المحاولات لك للفريقين لكن بدون ترجمة إلى أهداف شوف بجوز إحنا لو خدنا دقيقة 19 ودقيقة 49 بتشوف الحالة إنه ما في ضغط على اللاعب مستحوض على الكرة لذلك بدفاع السلط ودفاع الصريح بابنو هجمتهم بكل راحة شوفنا يعني أنت قادرت أنه تعدى نصف ملعبك لكن مش قادر إنك تبني هجم منظم يتصل فيها إلى المرمى وزي ما تفضل كابتن أول فرصة شاهدناها فرصة أشرف المساعد لمحمد الأكش اللي سددها على سوء تمركز يعني أول ما نضغط دفاع السلط شوفنا سوء تمركز بين اللاعبين بأعتقد أنه نعم ثلاث لاعبين نعم ثلاث لاعبين والطابة وصلت للعكش وصدد براحته خلال المباراة شوفنا فريق نادي السلط ركز على الأطراف وخاصة عما يسرته بوجود أحمد العيساوي ومحسن أوجبلي لكن ما في زيادة عددية داخل منطقة الجزاء الصريح وما في كرات يعني شوفناها لأنه بوكبة هو مهاجم صريح حسب التشكيلة شوفنا بوكبة دائما وأبدا بطلع خارج الصندوق حتى يعطي فرصة للجوابري أو العساوي أو المنير الهادي اللي ما أعتقد أفضل لاعب اليوم التمريرات السلط اللي بتروح على الشمال ويمين بيقودها للأمان يزن عبد العال والمنير الهادي يعني هم مقادرين أنه يمرروا الكرات العرضية لكن ما شوفناش فعالية هجومية يعني صراحة إحنا قلنا يعني خمسين دقيقة خمس واربين دقائق وخمس دقائق ما شوفناش هجم منظمة شوفنا تبادل للهجمات تبادل للسيطرة ولكن إذا بدنا نقول ولا فعالية هجومية ما شاهدناها خلال الشيط الأول نعم كابتن عباد تماما مثل ما تفضل الكابتن يعني فعالية هجومة كانت قليلة يعني من كلا الفريقين فرص كان شحيحة جدا مثل ما تفضل هي فرص لاكش بالدقيقة واحدة واربين ومثل ما فرص بوقبة بالدقيقة اثنين واربين اللعب عظمون حصر بوسط الملعب رغم أنا لقيت أنه فريق الصري السلط أوضح حجوميا يعني شكله حجوميا واضح أكتر من فريق الصري اختلفت الرؤى بين كزا المدربين أحد المدربين يعني لهو الأسامة قاسم عم يحاول تماما من خلال الأسلوب اللي انتهج وبالشوط الأول أنه يطلع بأقل الأضرار بيطلع بأقل الخسائر أنه ما يتعرض مالما الهداف وانسجن كان به حتى شفنا أظهرته ما كانت عم يتشارك بشكل فعال وسطين الارتكاز ما شاركوا بالشكل الفعال كان يخشى الهجوم المرتد لفريق الصلط اللي ظهر فيه بمباراة الرمسة على ما يبدو أنه درس فريق الصلط بشكل صحيح بشكل جيد وبالتالي حصن منطقته الخلفية بعد مشاركة الأظهرة بعد مشاركة وسطين الارتكاز تداروا أن لأي هجمة مرتدة لفريق الصلط اللي هو بجيدها عكس فريق الصلط اللي احنا شفنا اليوم الشحري ومحيثا أبو جبلة عم يفتحوا ياخدوا دور للأجنحة عم نشوف اليوم أبو جريق وعم نشوف أوديفيرا عم يفتحوا ياخدوا دور الأظهرة يزن عبد العال يعني ينزل بين قلبين الدفاع هو يستلم هو يكون محور اللعب هو صانع اللعب يعني نوعا ما أوضحه هجوميا رغم أنه ما في فعالية هجومية كانت عن مرمو نعم يراتي من مخدنا يعد عيد اللقطة وهو فرصة محمد العكش وستاذيحي تعليقك على هذه الفرصة من الناحية الهجومية وكيفية إضاعة هذه الفرصة والتقطية الدفاعية لشهادنا عدد من المدافعين لكن وصلت الكرة بسهورة شوف إضافة اللي تفضل فيه كابتن أبو سامر يعني واضح تماما أنه فريق الصريح حاول أنه يغلق مناطقه الدفاعية بشكل محكم لكن لما بدين السزا وقلنا فريق الصريح مميز وجوميا إذا بنعيد الهجم من بدايتها بنشوف أنه تبريرة عبدالله عوض اللي ضربت دفاع الصلط إلى أشرف المساعد طلع ست لاعبين من فريقة الصلط أنا بعتقد أنه اليوم الواجبات الدفاعية في هاي الهجمة مش واضح تماما من خلف اللاعب اللي هو أظن بين أوليفيرا وبين محسن إذا شاف تمريرة تمريرة بينية بين أوليفيرا ومحسن أبو جبلة نعم سدد الأكش براحته يعني هو تهور نوعا ما بالتسديل لو سدد بشكل أفضل كان ممكن أنه يسجل هدف كان قريب من تسجيل هدف فريق الصريح يعني رغم أنه ركز على حال الدفاعية لكن واضح تماما أنه عنده عناصر قوة في النحية الهجومية فريق الصلط يجب أنه يكون يعني متنبه لهذه الحالة وخاصة أنه أطرافه فيه اندفاع وتبادل المراكز بحيث أنه فيه مساحات ممكن يستغلها لعبي الصريح فأنا بعتقد أنه الشوت الثاني يجب الأجهزة الفنية أنه ما حصل في الشوت الأول بعض الهفوات البسيطة لأنه معظم اللعب في الشوت الأول تمركز في وسط الملعب بدون فعالية سيطرة متبادلة التبادل للكراد فيش تغط فما بعتقد أنه كان فيه خطورة الشوت الثاني رح يختلف أكيد الفريقين رح يبحثوا عن النقاط نعم كابتن عماد حدثنا قبل هذه المواجهة عن أهمية الفوز لكل الفريقين وأهمية الثلاث نقاط في هذه المواجهة لذلك توقعنا أن تكون دوافع الفوز في هذه المواجهة لكل فريق وأن تنعكس على الأداء داخل الملعب لم نشاهد النزع الهجمية المبادرة الهجمية القوة الهجمية هل أو إلى أي مدى تتوقع أن يتغير الحال في الشوت الثاني أشوف يعني كل مدرب له النهج كل مدرب له استراتيجية خاصة استراتيجية المباراة اللي نحن منقول هي استراتيجية عبارة عن 90 دقيق وهي تكتيكات متبعة يعني خلال المباراة نحن لاحظنا النسبة لفريق الصريح الاستراتيجية اللي بدأ فيها هو أنه سبات حالة دفاعية هو أنه اليوم يتدار الهجوم المرتد بالنسبة لفريق الصلط اللي بيجيده بشكل كتير جيد نعم وبالتالي يطلع ينسجل عبر مهاجمين الأربع المتواجدين بالمنطقة الأمامية أمر جيد إذا ما سجل فيه أكيد أنا أعتقد أنه سامة قاسم اللي بيتمتع بفكر تكتيكي عالي جدا سامة معروف يعني سامة خلال 90 دقيق دائما بينهج عدة طرق عدة أساليب فسامة بخلال قيادة المباراة ممكن بأي لحظة يفاجأك يعني إن كان خاسر ممكن يرجع للمباراة وإن كان فايز ممكن يعزز وممكن يأو يحافظ على نتيجة المباراة سيفنا نحن اليوم فريق الصلط حاول قدر المستطاع أنه يصل للمرد الصليح يعني حاول أنه يحسن المباراة من بدايته ما أدركوا الوقت ما أدركوا اللاعبين ما أدركوا القدرات أو لم يوفق ولكن أنا باعتقادي أنه اليوم فريق الصلط يعني أكيد يعني بين الشوطر يجد التبديل أعتقد يعني محمود جمال هو ورقة رابحة وورقة مهمة جدا يعني شفنا تأثيراته بالمباراة السابقة وبالأخص بمباراة الرمثة في عندهم محمد غانم أيضا من السحس من اللاعبين الجيدين من اللاعبين المبارزين أطراف اليوم فريق الصلط يعني بطرف جناح يمين أو جناح يسر نعم سديح شوط ثاني يعني شوط ثاني الفريقين يجب أنهم بحثون الفوز وأنه نشوف النهج الهجومي واضح بصورة أفضل اليوم فريق الصلط ممكن ما يغير طريق الأربعة اثنين ثلاثة واضح لكن هناك تغيير ممكن يكون في العناصر زي ما تفضل كبدنا مسامر لأنه يدفع محمود جمال وغير أحد لعبين الأطراف لكن فريق الصريح أنا بعتقد أنه رح يحافظ على التشكيل بس ممكن الشوط الثاني يصير عنده يعني نوع أفضل في الناحية الهجومية لأنه آه تدريجيا لأنه التحفظ واضح حتى لعبين الارتكاز بنشوف واجبهم دفاعي فبصير فريق الصريح ست مدافعين عنده الشوط الثاني ممكن يخفف يصير يعني مشاركة أكبر للمواجمين وشفنا فريق الصريح لما بدوا يلعب بالطريقة الهجومية عنده الأدوات شفنا كيف قادر بتمريرة أنه يضرب الدفاع القسم بصورة يعني كبيرة فأنا بعتقد اليوم أشرف ومحمود ذيب وهذال والمرابع كلهم يعني لعبين خبرة فس أنا اليوم يعني شاهد أن ما فيش دور واضح لعبدالله عوض عبدالله عوض كنت تشوفه طرف شفته في عمق الملعب شفته ما شفتش أنه له دور مركزي خلف محمود الأكش يمكن لأنه دفاعات السلط مغلقة مش قادريا يدخل من العموم نعم فضل كذلك يعني شفت فريق الصريح اليوم وكانه مقسم قسمين وهذا الشيء يضربوا يعني صحيح القسم السلاسية دول الدفاع حتى كان سامح مرابع و خذار والرباع الفلات دول بينما تركوا الحرية للأربع المهاجمين اللي هو عبدالله عواضب بالإضافة لعكش بالإضافة لمحمود ذيب وأشرف مساعد فتركهم حرية الحركة يعني حرية الحركة حرية الوصول لمرمى الخصم إذا سجل وكاد يسجل صحيح وكاد يسجل وكاد ينجح سامق قاسم بتكتيكه 100% بس يمكن شوء ثاني زيادة العددية مطلوبة مع مرور الوقت سيكون فيه تطور على أداء كلا الفريقين بعدك الله يسمع منكم حينما تنشوف أهداف أنا بستمع لحواركم وإن شاء الله إن شاء شوء ثاني أفضل لازم يعني لازم نشوف لازم نشوف شوء ثاني أفضل يعني كلا الفريقين نتيجة تعدل ما بيعتقد ما بيعتقد بتفيدهم لا تخدم لا 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 ما بتخدم لكن في أسوأ الحالات أنه لا يتعرض الخسارة لذلك حكينا سيد ليس أنت عفي عندك أربع مباريات ما احترام لما أعظم الفرق يعني قليل أنك تتوقع تجيب منهم وحداد فيصري رمسة حسين أربيد هدول صعب باقي الفرق إذا بيجيب منهم نقطة أو بيجيب منهم تلتقاط هذا إنجاز كونواقعيين نظر الفريق الإمكانية فالفريق اللي بده يجيب اليوم تلت نقط من الفرق من الخامس وما دون فهذه النقط أنا أعتقد نقطة مضاعفة لأنك اليوم تكتفي بنقطة التعادل كما اكتفى من مثل مبارح شباب العقبي وشباب الأردن معتقد كلا الفريقين كان خاسر النقطة اليوم ما بتفيد أنت لازم تبحث عن ثلاث نقط ثلاث نقط ممكن يأخذوك مركزين ثلاث مركز ويبقى كل فريق مركز طبعا وإضافة أنه أنت ممكن تحافظ 90 دقيقة عن ناحية الدفاعية وشوفنا في الدقيقة 42 كيف الصريح كان ممكن يسجل ووصلت بعدها يسجل يعني ممكن أنت تكون عندك تحفظ كبير بالحال الدفاعية وتبحث عن النقطة تخسرها في آخر لحظات صحيح صحيح يعني التطورات الأداء خلال الشرط الثاني لازم تكون ظاهرة لازم تكون تدخلات كل المدربين واضحة وظاهرة لازم تكون تدخلات كل المدربين اليوم بقود أول مباراة وأنه يدرس الفريق الخصم بشكل كافي هذا حق ولكن من شوط الثاني أنا بقول أنه كده التدخلات الفريقين وبحث كده الفريقين عن النتيجة الإيجابية عن سلس نقاط هذا لازم يكون أمر وارد وأمر ظاهر من خلال الأداء الفريقين إذن شوط أول مجاهدين الكرام انتهى بالتعادل بدون أهداف وكان ممكن فيه دقائق الأخيرة شهد فرصة لنادي الصريح عن طريق اللعب محمد العكشو كان الرد أيضا من بقبا بتزديد على المرمى لنعودة بعد نهاية المماراة شكرا شكرا أساد يحيان ذهب مشاهدين الكرام بعد الفاصل نتابع مجريات الشوط الثاني شكرا 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 يزن ذهب مشاهدين الكرام نهاية هذه المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين الصلط الصريح بدون أهداف عدوا أرحب بضيوف الاستوديو يحيق ديشات كبتر عماد خان كان أبدأ من عندك سيد يحيى هذه المواجهة انتات بالتعادل شوف يعني أول نقول هارد لك الفريقين يعني نقطة بجوز أرضتهم بس ما أرضت الجماهر اليوم شوفنا شوت ثاني الفريقين تحسنوا في الناحية اللجومية تغييرات اللي أجرها أسامة قاسم وهيثم الشبول ظهرت بصورة أفضل لكن ما شوفنا الهجم الخطيرة اللي ممكن يسجل منها هدف أنا بعتقد أنه اليوم الفريقين خسروا النقطتين مش فازوا بنقطة واحدة شوت ثاني فريق الصلط أنا بعتقد أنه يعني عمل اللي بجوز حكاها الكابتن عماد بين الشوطين دفع بمحمد محمود جمال نعم محمود جمال وأخرج الطرفين الجوابري والعيساوي أملا أنه يقدر يحقق المطلوب منه كان بعض الكرات العرضية لكن ما حققت الخطورة المطلوبة فريق الصريح أعتقد أنه تحسن كثير هجوميا بدخول يوسف الرواشدي شفنا أدوار يوسف في التمرير إلى العكش في أنه الاختراقات كانت واضحة فبعتقد أنه يعني شفنا الشوط هجومي أفضل لكن التعادل ما أعتقد أنه أرض الجماهير نعم كابتن عماد شوط ثاني أفضل نوعا ما لكن بعد العودة من أرض الملعب سنتحدث معك كابتن عماد بكل تأكيد موفق حديث أكثر معك بعد المنبرى مساء الخير ليس بالفعل هذه النتيجة مع ختام الأسبوع التاسع من دور المحترفين لكرة القدم لم تلبي طموحات جماهير الفريقين الحاضر اليوم بقلة في استاد الحسن لا تغير موقع الصريح ولا الصلط كذلك معي الآن اللعب أيسر صباح أهلا وسهلا بك كابتن كابتن نتيجة لم تلبي طموحات الصلط يعطيك العافية أكيد نقطة واحدة ما كنا هاي هدفنا في المباراة نحنا جايين من الصلط لعربد هدفنا وعيننا على ثلاث نقاط الحمد لله ما زبطت إن شاء الله منعوضها في المباراة الجاي نحنا في المباراة الجاي بعد شهر تقريبا نستعدلها ونحاول إننا نحقق ثلاث نقاط إن شاء الله يعطيك العافية الله يعافيك معي الكابتن محمد العكش من نادي الصريح كابتن محمد سلامات سلام كابتن هذه النقطة لم تغير من موقع الصريح وهو الآن الذي ينافس للابتعاد عن مواقع الهبوط أولي شيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هي مش طموح نادي الصريح إحنا الحمد لله فايتين على المباراة بدنا ثلاث نقاط لكن نقدر الله ما شاء فعل نقطة أحسن من لها شيء ولسه إحنا قدامنا شوط طويل والدوري طويل وإن شاء الله منعوض المباراة القادمة إن شاء الله كلاعب شو تغير عليك مع قدوم الكابتن أسامة قاسم للأمانة يعني الكابتن ماهر ما قصر معنى نفس الإسلوب نفس الستايل ما في شيء جديد بالعكس الكابتن ماهر معنا في الدك كأنه ما غاب عنه أبدا بالعكس الكابتن أسامة يعني إلوه كل احترام والتقدير واسمه لا يعرف صراحة فهو معروف في الدور الأردني ومعروف في منه الكابتن أسامة قاسم يعطيك العافية الله يعافيك ليس هذا كل ما لدي من أرض الملعب أعود إليك ولا ضيوفك الكلم شكرا موفق العرقان وحديث كان مع اللاعبين بعد هذه المواجهة كابتن أعماد طبعا الشوط مختلف عن الشوط الأول يعني شفنا التحولات من كلا الفريقين تبديلات ما تفضل استاذ أبو أوس كان إلى وقعة تعتقد أنه فريق الصريح كان مغير عن الشوط التاني نقطة تحول الدخول على زكريا ويوسف الرواج كان إلى كتير وقعة بالنسبة للحالة الهجومية أيضا بالنسبة لفريق للسلط دخول محمود جمال ودخول محمد غاني من السحس أيضا كمان النقطة تحول أخرى بالنسبة لفريق للسلط يعني شوط أفضل من الشوط التاني أسرع شفنا في جرأة من كلا الفريقين ولكن أنا لي عتب على كلا المدربين يعني يعني أنت بالدقيقة 93 تبحث عن الفوز يعني تبديل مبهم أنا بشوف ليش تبديل يعني التبديل نحن دائما نلجأ له بالدقيقة إذا ما في حالة إصابة دائما نلجأ إنه لا طيب يعني يعني بوقت أو استهلاك حتى إذا كنت متقدم يعني أو إذا كان كنت أبحث عن نقطة التعادل يعني فاجأون المدربين يعني احترامي شديد لكل المدربين وخبرتهم وتدخلاتهم الجيدة كانت بشورة التانية اللي بتنم عن عراقتهم وعن قدراتهم وعن فكرهم المتطور ولكن ما حكيت لك أنا أنت اليوم بالدقيقة 93 دخلت بدأي 24 عم تعمل تبديل يعني سواء أنك كان فريق السلط ولا سواء أنك كان فريق السلط أنت عندك السبع من عطة هو عندك ست نقط يعني تبديل مبهم صراحة يعني نزع جمالية الشوط بقول يعني ولكن بالمجمل أنا بقول نتيجة كانت نتيجة عادلة التقاسم أخذ كل فريق النقطة نتيجة عادلة لكل الفريقي نعم شكرا قبطن عماد السديح إضافة أخير يعني لا أنا أتمنى إن شاء الله اليوم نحن نحن أنهينا لسبوع التاسع سبوع التاسع لاحظ ليث الفريق العقبي أربع نقاط الصريح سبعة السلط المباراة مؤجر لثمانية معان ثمانية يعني يعني كل الفرق جنبعة وإذا قلنا بنا نقسم في كل مباراة أقل من نقطة يعني بعتقد أنه لا يعني نحن ما نقول دوري أردني ومنتخبنا بديوص الكاس العالم خلينا نحكي بصراحة وجوز الكابتن عماد يعني بيحكي في الموضوع الفني أفضل مني كثير أنا بقول اليوم إحنا دورينا لازال ضعيف في المستوى للأسف في حضور جماهيري صحيح قليل جدا أنت بتحضر تسعين دقيقة يمكن خلال تسعين دقيقة تشوف فرصة وجوز ما تشوف صحيح بعد تسع سبيع لازم يكون الاستقرار لانستجام يعني بعتقد نشوف جمالية في الدوري أفضل منها إذا رجعنا لجميع المباريات نختار 4-5-6 مباريات والباقي زي ما شاهدنا اليوم وشاهدنا في الموضوع من المباريات السابق شكرا أستاذ يحيى شكرا كابتن شكرا لكم مشاهدين الكرام على العسل المتابعة تحيير مني لكم وإلى اللقاء